هلو الحلوين سو اليوم بدنا نحكي عن الكيتو سايكلين واخيرا لانقرب شهر رمضان المبارك وبعرف كتير منكم نحبين يطبقوا الكيتو مع الكيتو سايكلين خلينا اول شي نبليش شو هو الكيتو سايكلين كيتو سايكلين هو الخلط بين الكيتو التقليدي اللي منعرفوا كلنا اللي منتناول فيه خمسين توتال كارب او عشرين نت كارب منطبق هيدول الايام لمدة خمس ايام او اربعة ايام بالاسبوع ومناخد يوم او يومين بيكون نسبة الكاربوهدرات كتير عالية والتركيز على الكاربوهدرات الصحية بيكون بهيدول اليومين هلا اجمالا الناس اللي بتتبع اكتر شي الكيتو سايكلين هنا الناس الرياضية اللي عم تعمل كيتو بس بنفس الوقت محتاجة كاربوهدرات لان تدريبة محتاج طاقة اكبر وعم نحكي مش منروح منعمل ساعة او ساعة ونص بالنادي لأ عم نحكي للناس اللي بيعدوا بالنادي بين ثلاث ساعات والاربع ساعات اكتر شغلتهم يحملوا اثقال كتير كتير قوية هيدا النوع من الكيتو داي بالناسبون اكتر من الكيتو اللي معظم الناس بتتبعوا والمعروف لخسارة الوزن طبعا الكيتو فيه له كتير طرق اتباعة حسب كل واحد شو بده في كيتو لزيادة الوزن في كيتو لخسارة الوزن متل ما منعرف في كيتو للعلاج الامراض المزمنة بدون خسارة وزن فيه كمان نوع من الكيتو اللي الناس اللي عندها امراض كتير خطيرة مثل السرطانات او السرعة كمان له طريقة خاصة من اتباعوا هيدا بس المختص بيقدر مختص الكيتو اللي متعمق كتير بالكيتو مش اي حدا بيقدر يعالش فيه او يعطي نصيحة فيه وفيه كيتو طبعا للحوامل وعم نحكي للحوامل اللي عندها امراض مزمنة كمان طريقة الكيتو اللي بتتبعها خلال الحمل بتختلف عن الكيتو اللي بس مخصص لخسارة الوزن فيه كيتو للاطفال فيه كتير متل ما شايفين فيه عدة انواع واحد عن التاني كتير بيختلف ما فيه نقول صح وغلط بالكيتو لانه حسب انتو شو بدكن من الدايت شو الهدف لحتى تتبعوا الدايت طريق التطبيق الكيتو بتعتمد على صحتكن وانتو شو بدكن منو بالنهاية منجي للكيتو سايكلين والكيتو سايكل الواحد بيعملو لما بيكون متبع الكيتو اللو كار بكتير اللو فترة طويلة وخلاص صار وقت بدو ياخد شوية ريحه وبدو يريحي جسمه وبدو يحس انه حاله اوكي انا بقدر اتناول شغلات تانية لانه كمان الواحد لازم كتير يكون حذر مع الكيتو لان الكيتو اذا الواحد بيمشي عليها فترات كتير 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 طويلة احيانا ببعض الاحيان بصير الجسم بيتحسس من انواع معينة من الاكل اذا مندخلها لاحقا فاللي ما بدو يوصل لها المرحلة منو ناوي يمشي علي الكيتو كأسلوب حياة لانه هو من الاساس ما عندو امراض مزمنة لضغط ولسكر ولغدة ولمشاكل بالمبايد هيدول الناس ممكن تختار انه تعمل كيتو عادي خمسيين بالاسبوع لنقول مع يومين عالين بالكربوهضرات طبعا منبلش بالتدريج منبلش بيوم واحد وبعد فترة لما منحس حالنا مرتاحين وما عمل جسمنا ردة فعال ممكن نزيد يوم تاني اليوم انا بالتحديد بدي احكي عن الكيتو سايكل للناس اللي كانت ماشي كيتو لخسارة الوزن وبدأ تنقل اوصلت للوزن المثالي وحابة تنقل لشي مريح اكتر بس بنفس الوقت ما بدأ تترك الكيتو نهائيا خلينا نحكي شو هي الكيتو سايكل وشو الواحد بيقدار يأكل فيها اول شي بدي بسألكم انه الكيتو سايكل هي نفسها بذاتها المديترنيان دايت اللي هي دايت الحوض البحر الابيض المتوسط تقولوا لي بالعربي ما متأكدة مظبوط بس الدايت اللي بتعتمد على اكل الكربوهضرات الصحية والخضار بشكل خاص الفواكه والاسماك وبحاولوا بهاي الدايت يبتعدوا عن تناول اللحم الحمراء بشكل كبير يعني مش ممنوعة تماما بس الواحد ما بيأكل لحم حمراء بشكل كبير والدهون بالمديترنيان دايت بتكون قليلة اقلق بكتير من الكيتو دايت فالواحد متل ما قلت بيقدار يأكل كل انواع الفواكه بيقدار يأكل كل انواع الخضار بيقدار يأكل الرز بيقدار يأكل كينوة بيقدار يأكل شفاع كل هاي شغلات الطبيعية كل البذور المكسرات بيقدار يتناولها الشغلات اللي لازم نبتعد عنها تماما هي السكر وكمان الطحين أي شي طحين مع كورونا هيدول الشغلات كل شي مصنعة لازم نبتعد عنها بس كل الشغلات الاكلات التانية مفتوحة لألنا وبالنسبة للحلويات هتقولوا كيف ان انا يأكل حلو فيكن تاخدوا تستخدموا السكر الطبيعي اللي منستخدمه بالكيتو مثل ستيفيا والأريثرول وهي الشغلات بس الأحسن من هول كمان الواحد هيدا اليوم او اليومان اللي عم نتبع فيه الكيتو سايكلينج الأفضل الواحد يأكل تمر يأكل عسل طبيعي طبعا هيدول الشغلات بتكون أفضل بكتير من اننا نستخدم سكر بديل هتقولولي هلأ طيب كيفينا ننقل من الكيتو اللي متبعينه لنا فترة كتير طويلة لا الكيتو سايكلينج أول شيء منهم لازم تكونوا ماشيين على الكيتو لخسارة الوزن مدى ثلاثة شهور بدون ما تكونوا خربطوا يعني بهاي فترة 12 أسبوع يكون جسمكن بيقدر يفوتوا يطلع من الحالة الكيتونية بدون ما تعدوا أيام وأسابيع اللي حتى تقدر تجعوا تقدروا تفوتوا فيها مرة تانية يعني ما لازم تكونوا مخربطين بالمرة ولما نحنا بناخد هيدا اليوم اللي اسمه كيتو سايكل وبنرجع على الكيتو جسمنا حيقلب بسرعة لأنتاج الطاقة من حرق الدهون لأنه نحنا من الأساس ما خربطنا كتير بهيدا اليوم الأكلنا كان كله صحي وجسمنا أدابتد للكيتو وبيعرف تماما شي يعمل وكيف يحرق الدهون هناك بعض النصائح لناس اللي خسرت وزني كتير على الكيتو دايت وبدأت تنتبه خلال هيدا اليوم أو اليومين على الكيتو سايكلينج أو الأيام اللي بدأت تاخد فيها كربوهدرات عالية بعض النصائح بتقول إنه نكمل بالصيام المتقطن نعمل رياضة أول شي من فيقب اليوم رياضة كتير قوية بتخلي دقات القلب تكون كتير سريعة مثل ركض مثل قفز على الحبل مثل زومبا مثل آيروبكس هيدول الشغلات اللي بتخلي الواحد ينطو يتحرك بشكل كتير كبير ودقات قلبه تكون سريعة ويساوي الرياضة من ساعة لساعة ونص جسمه تعب مضبوط ويشتغل مضبوط مشين تاني يوم بعد ما نوقف الكيتو سايكل جسمنا يعطي إشارة لا هرمون الحرق إنه يبلش يشتغل بالحرق رح نسهل الموضوع على الجسم لحتى يرجع لحرق الطاقة من الدهون الموجودة بالجسم أردي يوم واحد ما نبلش فيه بلشو فيه لفترة لحتى تشوفوا كيف جسمكم رح يتعامل معوها لح تزيدوا بالوزن هاللا ما تغريد تنطو من ولا شيء ليومين أو أكتر لأ انطرو خدوا يوم واحد بالأسبوع وخليكن يوم واحد ما تمدوا أكتر من يوم واحد وإلا ممكن كتير اللي يصير إنكم تخرجوا تماماً من الحال الكيتونية خليكن يوم واحد بس بالأسبوع لفترة ولما تشوفوا إنه الأمور مستقرة والوزن مستقر ممكن تخلوهم يومين أفضل إذا أنتو عندكن مشاكل صحية مثل ضغط وسكر وهي دول الشغلات إنه تضلكن على يوم واحد بس الناس اللي ما عنده مشاكل صحية بس حابة تمشي على الكيتو كأسلوب حياة ممكن إذا حبيتو تاخدو يوم لو كارب ويوم هاي كارب بس صحي يوم لو كارب ويوم هاي كارب صحي أما الناس اللي حابة وصلت للوزن اللي بديه وحابة تماماً تخرج من الكيتو دايت هاي دايت كتير ممكن تكون ناشحة معكن لحتى تحافظوا على الوزن اللي خسرتوه وما يرجع بسرعة بس بتكون تنتبهوا إنه تنظموا الوجبات تبعولكن وإذا حبيتو تخلو 16 ساعة صيام وتقطع شغالة منها بنعطي جسمنا بريك من الوجبات الكتير اللي ما إلا داعي ومنها كمانا منقل الوجبة وحدة والجسم خلاص بيتعود على روتين الوجبتين وبتقدروا تثبتوا الوزن بهاي الطريقة بشكل أسهل كتير بدون ما تعملوا خضة كبيرة لجسمكن أو يعمل ردة فعل ويرجع الوزن مثل الأول وبساعة كتير صعب إنكن تخسروه حتى لو رجعتوا على الكيتو دايت أنيوي بتمنى إنه هيدا الفيديو شوي فسركن كيف بتتم عملية الخلط بين الكيتو دايت وبين دايت البحر الأبيض المتوسط طبعا إذا عندكن أي سؤال ممكن تكتبوه تحته إذا حبيتو إذا كان فيه بعد كتير أسئلة ممكن أعمل فيديو بس لجيوب على الأسئلة تبعيدكن إذا هيدا بس حال الأمر أنيوي بشوفكم في فيديو جديد باي باي